صفحة 102.7 عناصر الزمرة الخامسة نيتروجين N في صفر P زرنيخ AS انتيمون SP بزموث BI نسبتها 0.2% من قشرة الأرض سؤال لماذا سميت هذه العناصر بعناصر الزمرة الخامسة الجواب لامتلاكها خمسة إلكترونات في غلافها الخارجي سؤال عدد الصفات العامة للزمرة الخامسة VA الجواب 1. تتدرج صفات عناصر الزمرة الخامسة من الصفة اللافلزية لعنصري PN إلى الصفة الفلزية لعنصر البزموث بينما الزرنيخ والانتيمون أشباه فلزات 2. يكون النيتروجين غاز بينما باقي العناصر صلبة يكون النيتروجين غاز بينما باقي العناصر صلبة ملاحظة 1. الفسفور يكون أواصر تساهمية وكذلك النيتروجين 2. باقي عناصر زمرة الخامسة تكون أواصر آيونية 3. تتغير الخواص الحامضية والقاعدية لأكاسيديها من حامضية للفسفور إلى قاعدية للبيزموث صفحة 103 النيتروجين N الرمز الكيميائي N العدد الدري 7 والعدد الكتلة 14 وحاطلك جنبها رسبة سؤال أين يوجد النيتروجين الجواب 1. يشكل 78% من حجم الغلاف الجوي 2. متحد مع باقي العناصر أطلق علي قديما اسم الأزوت التي تعني في اللغة اللاتينية عديم الحياة سؤال حضر مختبريا غاز النيتروجين الجواب يحضر من تسخين كلوريد الأمينيوم الأمونيوم NH4CL وملح نيتريت الصاديوم NA NO2 مع الماء لمنع حدوث انفجار وحاطلي معادلتين NH4CL اللي هو كلوريد الأمونيوم زاعد NA NO2 اللي هو نيتريت الصاديوم وساهم حاط فاكل ساهم OH2 وتحت الساهم مثلث يؤدي إلى اللي هو النيتروجين وحاطلي الرسمة صفحة 105 اللي هو طريقة تحضير غاز النيتروجين السؤال الثاني حضر صناعيا غاز النيتروجين الجواب يحضر صناعيا بعملية التقطير التجزيئي للهواء المسالي الخالي من ثناء اكسيد الكربون حيث يتقطر النيتروجين حيث يتقطر النيتروجين أولا ثم الأكسجين لأن درجة غليان النيتروجين بين قسين سالب 198C أو طأ من درجة غليان الأكسجين اللي هي 183 سالب 183C بعيد السؤال سؤال حضر صناعيا غاز النيتروجين الجواب يحضر صناعيا بعملية التقطير التجزيئي للهواء المسالي الخالي من ثناء اكسيد الكربون حيث يتقطر النيتروجين أولا ثم الأكسجين لأن درجة غليان النيتروجين سالب 198C أو طأ من درجة غليان الأكسجين سالب 183C سؤال الثاني النيتروجين المحضر صناعيا يحتوي على نسبة قليلة من الأكسجين كيف يتم التخلص منها الجواب يمرر الغاز فوق برادة النحاس الساقنة والتي تتفاعل مع الأكسجين لتكون سي يو أو سؤال الثاني عددي خواص النيتروجين الفيزيعية واحد غاز عديم اللون والرائحة ثنين على هيئة جزيء ثنائي إن ثنين ثلاثة قليل الذوابان في الماء أربعة غير فعال في الظروف الاهتيادية سؤال الثاني عددي خواص النيتروجين الكيميائية الجواب واحد عند التسخين يتفاعل مع المغنيسيوم والليثيوم والكالسيوم ثنين صفحة 106 ثنين عند مسجح مع الأكسجين بوجود ترارة كهربائية ينتج أكاسيد النيتروجين اللي هي بين قسين N-O-2 و-N-O ثلاثة عند تسخينه مع الهيدروجين بوجود ضغط معين وعامل مساعد ينتج الأمونيا وهي بنقسين طريقة هابر وحاط لي معادلة N-2 نيتروجين زاد ثلاثة H-2 اللي هي الهيدروجين سهم فوق الزهم مثلث ضغط عالي تحت السهم عامل مساعد يؤدي إلى 2N-H-3 أمونيا سؤال عدد استعمالات غاز النيتروجين الجواب واستعمل لإنتاج الأمونيا بطريقة هابر ثنين واستعمل في عملية تبريد المنتجات الغذائية ثلاثة يستعمل نيتروجين المسال في صناعات النفطية وذلك لإحداث زيادة في ضغط الآبار وجعل النفط يتدفق منها أربعة يستعمل كجو خامل في خزانات المواد القابل للانفجار سؤال علي لي تعتبر عملية إنتاج الأمونيا من أهم استخدامات غاز النيتروجين الجواب لأن لها أهمية كبيرة في إنتاج الأسمدة وفي إنتاج حامض النيتروجين ملاحظة النيتروجين يحتوي في غلافة الأخيرة على خمسة إلكترونات لذا يكون أواصر التساهمية مفردة مثل الأمونيا وحط لي رسمة ويكون أواصر التساهمية ثلاثة مثل N2 وحط لي رسمة ويكتسب ثلاثة إلكترونات ويكتسب إلكترون واحد صفحة 107 غاز الأمونيا هو أحد مركبات النيتروجين والهيدروجين ينتج من تحلل أجسام الحيوانات والنباتات وكذلك بهيئة أملاح الأمونيوم في التربة سؤال حضر مختبريا الأمونيا مع رسم الجهاز وكتابة المعادلة الجواب يحضر غاز الأمونيا بتسخين كلوريد الأمونيوم مع حيدروكسيد الكالسيوم ويجمع الغاز بإزاحة الهواء للأسفل ويمرر الغاز على عمود يحتوي أكسيد الكالسيوم للتخلص من الرطوبة المعادلة 2NH4Cl اللي هو كلوريد الأمونيوم زائد CA بين قوسين OH بر القوس 2 هيدروكسيد الكالسيوم ساهم وفوق الساهم مثلث يؤدي إلى CACL2 كلوريد الكالسيوم زائد 2H2O اللي هو الماء زائد 2H3 اللي هو الأمونيا وحاط لي الرسمة سؤال إنتاج الأمونيا صناعيا بنقسين طريقة هابر الجواب هي الاتحاد المباشر للنيتروجين مع الهيدروجين وحاط لي معادلة N2 اللي هي النيتروجين زائد 3H2 اللي هي الهيدروجين يؤدي إلى 2NH3 اللي هي الأمونيا وحاط لي الرسمة بصفحة 108 سؤال عدد الخواص الفيزيائية للأمونيا الجواب 1- الأمونيا غاز عديم اللون ذو رائحة لفاذة تؤذي العينين وأخف من الهواء 2- كثير الذوابان في الماء يعرف محلوله المائي بماء الأمونيا NH4 OH 3- يمكن إسالته بسهولة عن درجة حرارة الغرفة بتسليط ضغط عليه 8-10 ATM عن للي يستعمل سائل الأمونيا في مصانع إنتاج الثلج الجواب لأن سائل الأمونيا له حرارة تبخر كامنة وعالية لذلك يستخدم لغرض التبريد سؤال عددي الخواص الكيميائية للأمونيا الجواب 1- يعتبر جزيء الأمونيا ثابت كيميائيا 2- عند الحرارة يتفكك إلى النيتروجين والهيدروجين 3- غاز الأمونيا قابل للإشتعال بوجود الأكسوجين 4- NH3 3- الأمونيا 3- 2- الأكسوجين سهم 2- نيتروجين 6- H2O 4- صفحة 109 محلول الأمونيا يحوّل لون ورقة زهرة الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق سؤال بيّني بالتجزئة بيّني بالتجربة بنقسان نشاط عملي أن الأمونيا كثيرة الذوبان في الماء وأشرحي تجربة النافورة لغاز الأمونيا الأدوات الأدوات 1- كأس مملوء إلى نصفها ماء تحت قطرتين من دليل الفينولافثالين 2- دورق دائري مجهّز بسداد مطاطي يخترقه أنبوب زجاجي طويل يمتد إلى قار الدورق وآخر عبارة عن قطارة العمل 1- نملأ الدورق بغاز الأمونيا ونقلبه فوق كأس الماء 2- ندخل بواسطة القطارة بضع قطرات من الماء المحتوي على دليل الفينولافثالين 3- يذوب الغاز بالماء فيتخلخل الضغط ويندفع الماء من الكاس الأعلى ضغط إلى داخل الدورق الأقل الضغط بشكل نافورة ويتلون المحلول باللون الوردي بسبب قاعدية الأمونيا وحاط لي رسمها بصفحة 110 صفحة 110 اكشف عن غاز الأمونيا أو بصيخة أخرى اكشف عن غاز كلوريد الهيدروجين جواب يمكن الكشف عن غاز الأمونيا أو الكشف عن كلوريد الهيدروجين بتفاعلهما مع بعض حيث ينتج أبخر بيضاء كثيفة نتيجة لتكون غاز كلوريد الأمونيوم اللي هي NH3 أمونيا زاعد HCl كلوريد الهيدروجين سهم يؤدي إلى NH4Cl اللي هو كلوريد الأمونيوم أبخر بيضاء حامض النتريك هو من أهم الحوامض الأكسوجينية للنيتروجين وصيغته HNO3 سؤال حضر صناعيا حامض النتريك الجواب يحضر بطريقة أوستلود والتي يثم فيها أكسدة الأمونيا بالهواء بوجود البلاتين كعامل مساعد صفحة 111 حاط لي الرسمة سؤال حضر مختبريا مع كتابة المعادلة ورسم الجهاز حامض النتريك الجواب يحضر حامض النتريك بتسخين مزيج من ملح نترات البوتاسيوم حامض الكبريتيك المركز في معوجة زجاجية ويكثف البخار بالماء البارد حاط لي معادلة كي ان او ثري نترات البوتاسيوم زائد اتش اثنين اس او فور حامض الكبريتيك سهم يؤدي إلى كي اتش اس او فور كبريتات البوتاسيوم الهيدروجينية زائد اتش ان او ثري حامض النتريك وصفحة 112 حاط لي الرسمة سؤال اذكري خواص حامض النتريك الجواب واحد حامض النتريك النقي عديم اللون وغير النقي اصفر اللون بسبب احتوائه على اكاسيد النيتروجين الذائبة خصوصا ان او ثنين ثلان تنبعث منه تنبعث منه ابخر ذات رائحة نفاذة ثلاثة الحامض تام الاذابة في الماء اربع يغلي الحامض عند درجة حرارة 120.5C بدأي نحاط لي معلومات عن الفسفور بأسويها بمقطع ثاني الفسفور P العدد الذري 15 عدد القتلة 31 وحاط جنبها رسمة صفحة 113 سؤال سؤال اين يوجد الفسفور الجواب يوجد في الكائنات الحية بن قسين الخلايا العصبية والعظام والسايتوبلازم الخلايا والسايتوبلازم الخلايا مثل العراق سؤال 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 عن الهواء وحاط لي معادلة 2CA3 بن قسين PO4 برقاس 2 اللي هو فوسفات الكالسيوم زاعد 6 سؤال أوسف سيليكون بن قسين رمل زاعد 10C كربون ساهم يؤدي إلى وفق سهم حض الكالسيوم زائد 6 SIO2 اوكسيد السيليكون بنقتين رمل زائد 10C كربون سهم يؤدي إلى وفق سهم حض 1500C يؤدي إلى 6CASIO3 سيليكات الكالسيوم زائد 10CO اللي هو أكسيد الكالسيوم زائد P4 اللي هو الفسفور الفسفور الناتج بهذه الطريقة هو الفسفور الأبيض بنقسين الأصفر يصب في قوالب ويحفظ تحت الماء بدان صفحة 114 حاط فيها رسمة عللي لا توجد حاجة لتحضير الفسفور مختبريا الجواب لأن تحضيره صناعيا وبكميات تجارية وبنقاوة عالية عللي يحفظ الفسفور الأبيض تحت الماء الجواب بسبب درجة حرارة اتقاده الواطئة وسرعة اتحاده مع الوكسجين وسرعة اشتعاله في الهواء سؤال ما الفرق بين الفسفور النقي والفسفور الاحتيادي الجواب الفسفور النقي مادة صلبة عديمة اللون وشفافة أما الفسفور الاحتيادي فهو مادة صلبة بيضاء اللون أو بألوان أخرى سؤال عددي خمسة أنواع من الفسفور 1- الفسفور الأبيض بين قسين الأصفر 2- الفسفور الأحمر 3- الفسفور الأسود 4- الفسفور البنفسجي 5- عديمة اللون بين قسين النقي عللي الفسفور الأبيض أكثر فعالية من الفسفور الأحمر الجواب بسبب اختلاف كيفية ترابط الضرات المكونة لكل صورة من هاتين الصورتين بدين صفحة 115 حاط أسئلة برضو سؤال عددي خمسة الفسفور الأبيض الجواب 1- يتوحج في الظلام ليبدو بلون أخضر باهد عند تعرضه لهواء رطب بعملية تدعى التألق 2- يشتعل بشكل تلقائي في الهواء بدرجة حرارة الغرفة وحاط المعادلة P4 فسفور أبيض زاد 5 أو 2 أكسجين سهم يؤدي إلى 2P2O4 5 أو 5 خماسي أكسيد الفسفور 3- يعتبر الفسفور الأبيض مادة سامة لخلايا الكأن الحي بسبب ذوبانه في العصارات الهاضمة عكس الفسفور الأحمر الذي لا يذوب في العصارات الهاضمة لذلك لا يكون سام سؤال ثاني قارن بين الفسفور الأبيض والفسفور الأحمر الفسفور الأبيض حاط لي جدول الفسفور الأبيض هو شبه شفاف أبيض اللون مائل إلى الصفرة 2- ينتج بشكل قضبان يحفظ تحت الماء أقل كثافة من الفسفور الأحمر يذوب في بعض المذيبات مثل ثنائك بريتيد الكاربون ولا يذوب في الماء درجة انصهاره واطئة درجة اتقاده واطئة ويشتعل بسهولة سام أما الفسفور الأحمر أحمر اللون مائل للبنفسجي ينتج بشكل مسحوق لا يتأثر بالهواء أعلى كثافة من الفسفور الأبيض لا يذوب في المذيبات العضوية والماء يتسامى بالتسخين درجة اتقاده عالية غير سام سؤال ما أهمية حامض الفسفوريك؟ الجواب له أهمية كبيرة في صناعة الأسمدة الفسفاتية سؤال عددي استعمالات فسفات الصوديوم الجواب صفحة 116 واحد تستعمل بشكل واسع في مكونات مساحق التنظيف اثنين تستعمل في تحلية الماء بلقسان تحويل الماء العسر الذي لا يرغو فيه الصابون إلى ماء يسر ثلاثة تستعمل كمادة حافظة لبعض المواد الغذائية سؤال الثاني عللي لماذا تستعمل فسفات الصوديوم في صناعة مساحق التنظيف؟ الجواب لأن فسفات الصوديوم يتحلل مائيا أي يتفاعل مع الماء ليكون هيدروكسيد الصوديوم التي يساعد في إزالة الدهون عدثقاب سؤال لماذا يعامل عدثقاب بمحملول فسفات الصوديوم؟ الأمونيوم NH4 بين قسان وبر القاس 3PO4 الجواب واحد يساعد على احتراق العود بدون دخان اثنين يساعد على اتقاد أي احتراق العود حتى النهاية ثلاثة يمنع اتقاد أي اشتعال العود بعد انطفاء الشعلة سؤال الثاني اذكري مكونات عجينة رأس عود الثقاب واحد مادة قابلة للاجتعال مثل كبريتيد الانتيمون SP2S3 اثنين مادة مؤكسدة مثل كلورات البوتاسيوم KCLO3 ثلاثة مادة تزيد من الاحتكاك مثل مسحوق الزجاج 4 مادة صمغية تربط مكونات العجينة سؤال الثاني بين آلية اشتعال عود الثقاب الجواب عند حك رأس العود بجانب العلبة التي تحتوي على الفسفور الأحمر تتولد حرارة تكفي لبدء اشتعال على جانب العلبة ثم تنتقل الشعلة إلى رأس العود ويستمر الاشتعال ملاحظة انصر الفسفور من العناصر الأساسية لنمو النبات وبناء الهيكل العظمي للإنسان والحيوان سؤال لماذا تحول فسفات الكالسيوم إلى السوبر فسفات بواسطة حامض الكبريتيك الجواب لأن فسفات الكالسيوم قليل الذوبان في الماء لذا تحول إلى السوبر فسفات السهل الذوبان في الماء صفحة 117 حضل معادلة CA3 بنقصا PO4 برقص 2 اللي هو فسفات الكالسيوم زاعد 2H2 SO4 حامض الكبريتيك سهم يؤدي إلى CA بنقصا HPO4 برقص 2 اللي هو سوبر فسفات الاحتيهادي زاعد 2 C-A-S-O-4 اللي هو كبريتات الكالسيوم سؤال لماذا تحول فسفات الكالسيوم إلى السوبر فسفات الثلاثي وكيف تتم العملية الجواب يتم تحويل فسفات الكالسيوم إلى السوبر فسفات الثلاثي لأنه سريع الذوبان في الماء ولا يحتوي على كبريتات الكالسيوم ويتم تحويله بواسطة حامض الفسفوريك وحط لي معادلة CA3 بنقصا PO4 برقص 2 اللي هو فسفات الكالسيوم زاعد 4H3 PO4 حامض الفسفوريك يؤدي إلى 3CA بنقصا H2PO4 برقص 2 اللي هو سوبر فسفات الثلاثي سؤال ما فائدة الأسمدة الفسفاتية للنبات وخاصة السنيلات السنبليات الجواب واحد يقوي سيقانها يعجل نمو بذورها يزيد من مقاومتها للأمراض ملاحظة توجد فسفات الكالسيوم في العراق بمنطقة رطبة في حقوق العكاشات في محافظة الأمبار أسئلة الفصل السابع سؤال الأول أكمل الفراغ بما يناسبه في كل مما يأتي العدد الذري للنيتروجين فراغ الجواب 7 لذلك تحتوي ذرات النيتروجين فراغ الجواب 7 7 بروتونين يدور حوله إلكترون أنا بقراها كذا يعني كانها معلومة العدد الذري للنيتروجين 7 لذلك تحتوي ذرات النيتروجين 7 بروتونات يدور حولها 7 ألكترونات 2 صفحة 118 العدد الذري للفسفور 15 فراغ لذلك تحتوي نموات ذرات الفسفور 15 فراغ بروتونين يدور حولها 15 فراغ إلكترونين بعيدها الفراغات هي كانت لعلى 15 العدد الذري للفسفور 15 لذلك تحتوي النموات ذرات الفسفور 15 بروتونين يدور حولها 15 إلكترونين ثلاثة يغطى رأس عدد الثقاب بياجينة تتكون من موادها ألف مادة قبل الاشتعال مثل الفراغ جواب الفراغ كبريتيد الانتيمون SP2 S3 كمادة مؤكسدة مثل الجواب كلورات البوتاسيوم KCIO3 جيم مادة تزيد من قوة الاحتكاك مثل جواب الفراغ مسحوق الزجاج أربعة يتواجد غاز النيتروجين في الطبيعة على هيئة جزي فراغ جواب الفراغ فناء الذرة صيغتها الكيميائية فراغ جواب N خمسة أفجع أقول الفراغات على كأنها معلومات بدون ما أقول فراغ وجواب واحد العدد الذري للنيتروجين سبعة لذلك تحتوي ذرات النيتروجين على سبع بروتونات يدور حولها سبع الكترونات اثنين العدد الذري للفسفور 15 لذلك تحتوي نواة ذرات الفسفور 15 بروتون يدور حولها 15 الكترونات ثلاثة يغطى رؤس عود الثقاب بعجينة تتكون من مواد منها ألف مادة قابلة للاشتعال مثل كبريتيد الانتيمون SP2S3 تا مادة مؤكسدة مثل كلورات البوتاسيوم KCIO3 جيم مادة تزيد من قوة الاحتكاك مثل مسحوق الزجاج أربعة يتواجد غاز النيتروجين في الطبيعة على هيئة جزيء ثناء الذرة صيغتها الكيميائية N2 5- NH3 هو صيغة الكيميائية لجزيء الأمونيا وهو جزيء مكون من اتحاد ذرة واحدة من عنصر النيتروجين وثلاثة ذرات من عنصر الهيدروجين 6- من فوائد السماد الفسفاتي على السنبليات إنه يقوي سيقانها بيعجل نموها جيم يزيد من قاومتها للأمراض سؤال الثاني اختر الجواب الصحيح الذي يكمل العبارة التالية أنا راح أقول جواب على طول بدون ما أقول الخيارات يشكل النيتروجين حوالي 78% من حجم الغلاب الجوي 2- يمكن تحضير غاز النيتروجين مختبريا بتسخين مزيج من كلوريد الأمونيوم وملح نتريت الصوديوم بوجود كمية قليلة من الماء 3- من بين المواد التي يدخل في تركيبها الفسفور مادة واحدة تستعمل مباشرة كسمات فوسفاتي هي السوبر فوسفات 4- يمكن لمحلول الأمونيا أن يحول لون ورقة زهرة الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق 5- أحد صورتين الفسفور تكفي حرارة يديك لاتقادها ولذلك يلزم عدم مسكها باليد عند استعمالها لإجراء تجارب تتعلق بخواص الفسفور وهي الفسفور الأبيض 6- يحضر حامض النيتريك بكميات تجارية ولذلك يحضر حامض النيتريك بكميات تجارية وذلك بأكسدة الأمونيا بالهواء بوجود البلاتين كعامل محفز 7- أغلب ما يتكون عند احتراق الفسفور في كمية كافية من الهواء هو خماسي أكسيد الفسفور سؤال الثالث طبعاً اللي فاك كان هذا اللي كنت أقراه في صفحة 119 الآن سؤال الثالث أكمل كل من المعادلات التالية ثم أوازنها وأذكر أسماء المواد المتباعلة والناتجة المعادلة 2NH4CL كلوريد الأمونيوم ساعد CA بين قاسين أو H بر القاسة 2 هيدروكسيد الكالسيوم ساهم فاكسام مثلث يؤدي إلى CACL2 كلوريد الكالسيوم زاعد 2H2O اللي هو الماء زاعد 2NH3 اللي هو الأمونيا حين دخلنا صفحة 120 المعادلة الثانية CA3 بنقص عن PO4 بر القاسة 2 فوسفات الكالسيوم زاعد 2H2CO4 حامض الكبريتيك يؤدي إلى CA بين قاسين H2PO4 بر القاسة 2 سوبر فوسفات الأتياد زاعد 2CASO4 اللي هو كبريتيك الكالسيوم المعادلة الثالثة 2CA3PO4 بنقصين بر القاسة 2 فوسفات الكالسيوم زاعد 6SIO2 O2 أكسيد السيليكون بين قاسين الرمل زاعد 10C اللي هو الكربون يؤدي إلى 6 CASIO3 سيليكات الكالسيوم زاعد 10CO وحادي أكسيد الكربون زاعد B4 الفسفور سؤال الرابع ضعي علامة أمام العبارة الصحيحة ضعي علامة أمام العبارة الصحيحة صح وعلامة X أمام العبارة الخاطئة ثم صاححي الخطأ لكل مما يأتي لا يوجد أنصر الفسفار بالطبيعة إلا بصورة مركبات فقط صح تستعمل أعلى درجات حرارية ممكنة في عملية إنتاج الأمونيا صناعيا خطأ التصحيح بالهواء أي درجة حرارة اهتيادية ثلاثة تحتوي ذرة النيتروجين على خمسة إلكترونات في غلافها الخارجي ولذلك يمكنها أن تكتسب إلكترون واحد أو اكتساب ثلاثة إلكترونات أو المشاركة في تكوين أواصل تساهمية قد تكون مفردة أو متهددة صح أربع المركبات المسمعة فوسفات هي أملاح لحامض الفسفوريك H3PO4 صح خمسة يحفظ الفسفور الأحمر في قناني تحت الماء خطأ هو الفسفور الأبيض ستة عند ترك حامض النتريك النقي لفترة من الزراج الزمن يتحول لونه إلى اللون الأصفر نتيجة لإحتوائه على أكاسيد النيتروجين الذائبة صح 7- الفسفور الأبيض أكثر فعالية من الفسفور الأحمر مع أنهما صورتان لعنصر واحد صح 8- الفسفور الأبيض مادة سامة جدا لذلك تحفظ تحت الماء X درجة اتقاده واطية وسرعة اشتعاله لذلك يفض تحت الماء سامة جدا سامة جدا شكرا